الفكرة مش بس في كده الفكرة ان انا استغربت ان هناك من يشكك في ان البطولة دي تابعة للفيفا انتم تهرجوا يا جماعة بجد بتهزروا ولا بتهرجوا بالكام بجد الناس تقولك قصو البطولة دي يعني ايه بطولة بماتش وقال لي يعني ايه بطولة بماتش اذا كان للمدريد نفسه هيلعب بطولة كلها على بعضها هيقفل العدات بتاعها هو رايح اخر واحد بطولة بماتش كس العلم للاندية بطل اوروبا بيروح لعب له ماتش وشكرا هي نظامها كده يعني عمل لها ايه يعني انا الحياة مستغربة لدرجة ان انا عادت شكت في نفسي احنا عندنا التنظيم بتاقي الترتيب كله مع الفيفا احنا كقناة ناقلة للحقوق اللي ليه علاقة بالمباراة انا متعامل مع الفيفا انا متعامل مع الفيفا سيبك موقع الفيفا يا جاب ما تجنن انا متعامل مع الفيفا انا اللي ببعث اقول لهم فلان وفلان 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 من عندي يعني طلع التصريح من عندهم إحنا اللي بنتعامل مع الفيف إحنا كالقناة MBC بنتعامل مع الفيف علشان خاطر التصريح بتاعتنا عشان الترتيبات التنظيم النسي تدخل النسي اللي تخرج الكاميرات كل الحاجات دي كلها يا أخي يعني إنت ما لفتش انتباهك للكاسوة اللي مكتوب عليه ما لفتش انتباهك الموقع وموقع الفيفا وموقع ما لفتش انتباهك كل ده طبعا بدأت أنا كمان أشك في نفسي ومالإحنا كنا بنتعامل مع مين يا جماعة خلال الأسابيع اللي فاتت دي ده موقع الفيفا يعني بس طبعا إيه الناس تقريبا مش مصدقة موقع الفيفا فأنا مش عارف هم لو أنت مش مصدق موقع الفيفا ومش مصدق الكاس نفسه هتصدق إيه يعني هتصدق إيه فأنا بقولك أنا نفسي شكيت في نفسي يا مهر أبي وإحنا كنا بنتكلم مع مينة يا جماعة وإحنا كنا بنتفق مع مينة على المباراة طب وإحنا اشترينا الحقوق فأنا مش معقولة للدرجة دي حتى إحنا يعني أنا ليه بأكلمك ما يديه حتة حلوة لنا ما هو لما الآله يبقى في الحتة دي ما يديه مصر الآله المصري مدام العين الإماراتي نكبر فانكبر نفسينا جماعة كبروا نفسيكم نكبر ببعض إحنا نكبر ببعض عادي المرة دي في الآهل المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله زمالك المرة اللي بعدها هيبقى كذا المرة اللي بعدها هيبقى كذا اللي عنده القدرة على الاستمرارية وإنه يبقى في المناطق بتاعة البطولة ما مبروك يا جماعة فنفرح بيه دي يخدني للحتة بتاعت اللي أنا كنت بكلت فيها بقى من شوية اللي هو الدوري المصري بتاعنا دوري المصري بتاعنا أنت بتشوف السوبر الإفريقي أهلي وزمالك كل الناس عايزة كل الناس تحب الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري كل الناس عايزة كل الناس تحب مش عايزين نقلل من نفسنا يا جماعة مش عايزين نقلل من المنتج بتاعنا إحنا لو عندنا مشاكل فهنتكلم مع بعض إن إحنا نحلها بس وإحنا بنتكلم في إن إحنا نحلها إحنا بنفعش إن إحنا نقلل من نفسنا أو نعمل لنفسنا كده عشان إحنا قد العالم قد العالم فلازم ناخد بالنا من كلامنا وناخد بالنا من تصرفاتنا ومرة تانية وتالتة مبروك للأهلي مبروك لجمهور النادي الأهلي مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي لقطات المضيقة اللي كانت خلال هذا اللقاء الممتع جدا جدا